ايه زيكم عاملين ايه? يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو جديد اه تكملة لسلسلة رمضان او تجهيزات رمضان. انا كنت عملت فيديو عن قيمة الفطار رمضان. والحمد لله انا الاعجاب ناس كتير جدا. وشكرا للرسالة اللي جات لي منكم. وكمان عملت اه فيديو للصحور. الاتنين هسيبهو لكم ينزلوا حرف الاي اه واحد بعد دي التاني. علشان لو ما شفتهوش تروحوا تشوفوه على طول ان شاء الله يعجبكوا وتستفادوا منه. اه الناس كتير طالبت مني اعمل سلطات. خمس انواع سلطات. هقولها لكم بالمقادير. اه بس سلطات يعني مختلفة شوية. هي مش جديدة بس ايه اه فيها يعني نادرة محدد ما بيعملها. فانا هقولها لكم المقادير بتاعتها وان شاء الله ان شاء الله سلطات جربوها وتعجبكم. طيب ايه هي بقى انواع السلطات دي? اول حاجة. سلطة الطماطم الشيري. ايه سلطة الطماطم الشيري هنجيب اه او ايه مقاديرها? آآ يارد تجيبوا وراء وقلم علشان تكتبوا المقادير علشان لما تحبوا تعملوها تبقى الوصفة قدام عنكم. طيب. تعالوا نكتب بقى المقادير. المقادير هنجيب آآ على حسب بقى ايه الكمية او الحسب المقدار اللي انت عايزها. بس انه عندك عزومة قدار بقى انت عايزها ايه. فانا هقول لكم مقادير كنص كيلو طماطم شيري. ولو ما فيه الشيري هاتي طماطم وقطعيها مسلا آآ اربعة ربع فهي الفكرة في الخلطة بتاعتها. المقادير آآ نص كيلو من الطماطم الشيري. وتلات فسوس آآ توم مفروم ونص معلقة صغيرة من الكمون وربع معلقة صغيرة من الكسبرة الناشفة. وتقريبا معلقتين كبار خل بلسمي. وربع كباية من زيت الزتون وملح وفلفل طبعا بيبقى على حسب الرغبة. وشوية نعناه وبقدونس كده هنفرومهم بالسكينة يعني فريش. علشان هنزيم بيهم الطبق. طيب الطريقة ايه هنقطع الطماطم لنصين. طبعا لو شيري هنقطعهم نصين. لو طماطم عادية هنقطعها اربعة اربعة. بعد كده هنجهز التدبيلة. اللي هو ايه? هنجيب التقم المفروم والكمون والكسبرة. هنحط عليهم الخل البلسمي. وهنحط زيت الزتون وهنضربهم كويس اوي مع بعض. وهنحط فيه هنحط الطماطم او هنقلبها على الطماطم. بعد كده هنتبلها بالملح والفلفل اللي سود. الصلطة دي لازم تتساب على اقل ست ساعات في التلاجة علشان الطماطم تشرب الخلطة كويس جدا. بعد ما تطلع من التلاجة هنطيف عليها النعناع والبقدونس المفروم الفريش. هي سهلة وبسيطة جدا. وان شاء الله طعمها هيعجبكو. اعملوها سواء بقى ليكوة او في عزومة او كده. آآ واعتقد مقدرها موجودة في كل بيت. يعني مش لازم انتماطم شريك. دي بالنسبة لأول صلطة. يعني النوع صلطة معانا هو صلطة لبنانية. الصلطة اللبنانية مقدرها آآ بسيطة جدا وان شاء الله طعمها يعجبكو. برضو مقدرها موجودة في كل بيت. طيب ايه هي المقادير هنجيب آآ نص حبة كابوتشا يعني كابوتشاية كده يعني متوسطة الحجم. لا كبيرة اوي ولا صغيرة. هنقسمها بالنص. وهنجيب آآ تلات حبات طماطم واتنين خيار واحد فلفل رومي. وهنجيب فصين توم بس يكونوا صغيرين. ومعلقتين كبار زيت زيتون. ونص آآ ونص عصير اللمونة. يعني هنجيب لمونة نصها هنعصر نص اللمونة. رشة ملح على حسب الرغبة. آآ وكمان هنضيف نص معلقة صغيرة من النعناع الناشف وآآ شوية بقدونس. بس طبعا ورق البقدونس هيبقى فرش. طريقة السرطة اللبنانية. هنجيب التوم والملح هندقوهم مع بعضه كويس جدا. بعد كده هنقطع الخص والطماطم والخيار. والفلفل آآ لمكعبات بعد كده هنحطوهم في طبق. هنضيف عليهم زيت الزيتون وعصير اللمون والنعناع الناشف والبقدونس. وهنقلبهم كويس قوي مع بعض. كده دي كانت تاني سلطة اللي هي السلطة اللبنانية مقدرها سهلة وطريقتها السهلة. انا حبيت اجمع لكم آآ حاجات يعني تبقى جديدة وحاجة المكونات بتاعتها متوفرة في البيت علشان ما حدش يقول لي طب انا اجيب ده منين اجيب ده منين. فآآ اه الى حد ما ان شاء الله الحاجات دي تعملوها وتعجبكو. تالت نوع معانا هي الطماطم المشوية بالطوم. هو مسلطة ولكن تحل محل السلطة. آآ طريقتها سهلة جدا بس فيها كم تركاية اخدوا بالكم منها وانا بقول لكم عليها علشان تطلع الوصفة حلوة وان شاء الله هتعجبكم. طيب ما قدرها ايه هنجيب خمس او ستة حبات طماطم بس يكون حجمهم حلو. وملح وفلفل اسود. آآ هنجيب ست فصوص طوم. وكمان هنجيب ثلاث معالق آآ من الزيت. وحوالي خمسين جرام جبنة رومي مبشورة ومعلقتين كبيرة من الزعتر الفرش. هي دي بس المقادير. حتم هنقطعها بالنص لكن بالعرض مش بالطول. وهنتبلها بملح وفلفل. بعد كده هنكون مقشرين الطوم وفرمينه وهنشوحه في شوية زيت على نار آآ بس هيكون على ضرورة حرارة عالية على حد ما الطوم ياخد لون الدهبي. هنشيل الطوم من على النار. بعد كده هنجيب الجريلة اللي هنشو عليها الطماطم. هنديهنها بشوية زيت ولكن بعد ما تسخن كويس جدا. هنحط الطماطم على الشوية ولكن الجزء المقطوع هيكون من تحت علشان ياخد آآ علامات الشوية. بعد كده هنسيبها حوالي من تلات لاربع دقايق. بعد كده هنقلبها على الجنبين لحد ما تاخد آآ علامات الشوية برضو. بعد كده هنقلبها. والجزء المقطوع هيكون من فوق. وهننزل عليهم الطوم بالزيت. وبعد كده هنطلق هنسيبهم حوالي تلات او اربع دقايق على حسب آآ ما القاع بتاع الطماطم يبقى متحمر كويس جدا. بعد كده هنطلع الطماطم وهنحطها في طبق التقديم. وهنضيف عليها الجبنة الرومي المبشورة والزعتر. بس كده. رابع نوع صلطة معنا وهي صلطة الحمص. المقادير ايه? هنقلب كباية حمص مسلوق وهنصفي كويس جدا. وكباية من الطماطم بس هنقطعها. وهنص كباية من البصل المفروم. وكمان آآ آآ حبة يعني خيارة واحدة هنقطعها آآ زغير. واتنين معلقة من الطوم المفروم. ومعلقة صغيرة من ورق الشبت. وملح وفلفل سود. وكمان هنضيف آآ تلات معالق خل آآ نص كباية زيت الزيتون. طيب الطريقة ايه? هنخلط زيت الزيتون مع الخل وهنخليهم على جنب. بعد كده هنجيب كل مكونات اللي معانا هنقلبها مع بعض بالزيت والخل اللي احنا عملناهم. ولكن السلطة دي لازم ان تدخل التلاجق قبل ما تتقدم. خامس نوع سلطة معانا وهي سلطة الفاصولية الخضرة. آآ ايه هي مقدير سلطة الفاصولية الخضرة? هنجيب ربع كيلو من الفاصولية الخضرة. ومعلقة كبيرة من المستردة. واثنين معلقة كبيرة من الخل وربع كباية من زيت الزيتون. واثنين فاص طوم مفروم ملح وفلفل وآآ بصل آآ اخضر بس هيكون متقطع شرائح. طيب الطريقة ايه? هنخسل الفاصولية كويس جدا. بعد كده هنسويها على البخار على على البخار آآ لمدة خمس دقايق. بعد كده هنحطها في طبق بس قبل ما نحطها في طبق هنقط طحها آآ يعني حجام زغيرة. بعد كده هنضيف البصل على الفاصولية. بعد كده هنعمل التدبيلة اللي هي المستردة مع الخل مع زيت الزيتون مع التوم المفروم مع الملح والفلفل. وهنقلمهم كويس جدا. بعد كده هننزلهم على الفاصولية والبصل. ولكن لازم نسيبها شوية قبل ما تتقدم. بس كده دي كانت خمس انواع سلطات. انا حسيها مختلفة شوية. يا رب بتعملوها وتعجبكم ان شاء الله. وما تنسوش الاشتراك بالقناة وتدوسوا على الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. الفيديو الجاي ان شاء الله. الفيديو هينزل قبل رمضان. هاعلمكم ازاي آآ تعملوا الطمر الهندي السريع في البيت. مش تعملوا العصير. لا تعملوا الخلطة او البودر بتاع الطمر الهندي السريع في البيت. ولكن بطريقة حصرية وطعم حكاية. وان شاء الله تعملوه يعجبكم. وهتدعول ان شاء الله. بس كده ورمضان كريم عليكم وباي باي. اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر